السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامج حديث عن حديث مع فضيلة الشيخ خالد الجندي وفضيلة الشيخ رمضان عبد المعز زكا مولانا يا ميت مرحب بيك يا رجل والله العظيم معنا قصة جميلة أو النهاردة احكينا ادئي فعلا يا أخي ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا عن قصة اتنين من بني إسرائيل نعم ممن سبقونا كان رجل صالح مع ذور في إرشين يا مولانا نعم وراح يستلف من رجل طيب ألف دينار تمام فقال له طيب طب أنا عايز كفيل حل قال له وكفى بالله كفيلا فرد عليه الراجل قال له صدقت طب عايز شهيد قال له وكفى بالله شهيدا قال له صدقت وانا موافق يعني مش هنكتب الدين قال لهم خلاص بقى ربنا كفيل وربنا الشهيد انا موافق هتردهم امتى قال له اليوم الفلاني الرجل المدين خد لألف دينار من الدائن وسافر ولما جه معاة سادات الدين جه يدور على مركب يركب عشان يرجع ويسافر للبلد يدي الرجل حقه ملقاش مركب فقال له يا رب انت عارف ان انا استلفت من الرجل ده ألف دينار وفي معاة وفي معاة وانا عايز استددهم له وما فيش مركب اوصل له وبعدين الراجل لما جيت اتفقت معاه على الكفيل والشهيد قال كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا وهو رضي ان انت وكيل طبعا مليه دلوقتي قام جاب حتة خشبة وعمل فيها ايه زي نقرة كده نقرة حفرة كده نقرة وحط فيها الالف دينار وحط معاهم ورقة والخشب يطفو على الماء وقال له يا ربي انا استودعتك هذا المال انك توصل لصحبه لحد ما لقي مركب بقى وبقى روح له فالراجل الدائن خرج على الشط المية كده فلقى الخشبة ديت فقال اخذها اخذها اعملها حطب لعيالي اتولع بها في الفرن وبتاعه ونخبز والكلام رح بيكسر الخشبة رقى 1000 دينار ومعاها الايه رسالة جه صاحبنا من السفر لقى مركب ورجع بعدها بيومين ثلاثة فخد برضو 1000 دينار معاه ورح تاني يسدده المديون المديون محريصة ان يسدد الدين على لي ابو الزبط الله يسترخ اتأكد مش بارك يا جامع اني جات منك فالراجل الدائن قال له والله سد الله عنك والله الامنة وصلت ربنا وصل انت كنت ال 1000 دينار دي عارف يا شيخ خالد كيانو هيحطوهم في البسطة باسم فلان اللي بعت له حوالة باسم فلان هو وكل ربنا ان يوصلهم للراجل ووصلهم فيه بقى شوية فوايد انا عاوز اقول لحضرتك لو استنبطناه من الحديث مش هيكفينا بس نحاول ان احنا ناخد ما نستطيع ان احنا اولا شفتوا يا جماعة الاهمية قضاء مصالح العباد انك تسلف واحد تفك كربته مش حكاية صدقة بس وزكاة بس في المال حق سوى الزكاة صحيح ايه الحق اللي سوى الزكاة حكتين اتنين الناس تتعرفهم الصدقة والاقراض والاقراض والقرد الحسن انه تفك كرب واحد تدي له قرد ديت بتساوي اكتر من الصدقة يمكن بعشر اضعاف شف لما ربنا اقول من ذا الذي يقرد الله قرد الحسن قرد الحسن يعني يقرد الله مش يقرده خلق الله شف ليه قال لقرد بقى عشان تضمن ان عائد الصدقة رجع لك تاني زي القرد شف المعنى العظيم معنى رهيب معنى راقي معنى مدهش فهنا المعنى اللي عاوزين نوصله للناس ونقوله لنفسينا شيخ رمضان انه اهمية الدين ان احنا نسلف الناس ونقردهم ونفك كربتهم دي نعمة كبيرة جدا ولانها بتدل على شيوع خلق الامانة بين الناس وتفريج الكربات يقوله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة في اجمل من ان انتو تعرفوا فايدة القرد او ايه بين القرد والصدقة القرد عادة يحافظ على ما وجه الانسان اكتر من الصدقة صحيح فلما انا اجي استلف منك كرمتي محفوظة بحق دي ما انا هستدده لك تاني بالضبط كده اه بالضبط كي انك حاطتهم في مكان بوسطة او مكان امين او مكان بانك او خلافه فانت معنى ذلك انك لما بتقردني انت بتحافظ على كرمتي انما لو قلتلي خد دول دول صدقة تصوروا بقى اني ولذلك الحجم هتبقى فيها يدي عليا ويدي سفلة انما الاقراض بتفك الكرب اللي عندي وبتحافظ على كرمتي وبتصنع مني انسان منتج صحيح وانا لو عادت اخد منك صدقة 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 انت ومنك ومن غيرك انا عشتغل ليه انا لو اشتغلت بقى مش عائل انما لما اقترض منك ارشين وزرع حتة ارض واجب محصول ورجع لك الفلوس واخد انا ريع الارض بتاعتي يبقى فيه منفعة يبقى فيه دورة اقتصادية ده هي حتى الدول دلوقتي بتقرد المنتجين وبتقرد الفلاحين وبتقرد العمال علشان في كل دول العالم طب ايه رأيك يا شيخ خالد سبحان الله احنا نوجه رسالة دلوقتي لاخواننا واللي ربنا منى عليهم بنعمة المال انت ربنا منى عليك بمليون جنيه يبقى زكاتهم كام خمسة وعشرين الف طيب مش كده ما جيش انا من المليون دي اقول والله انا هعمل متين الف كده ادورهم دورة دورة اللي عايز عشرين الف يستلفهم هيجيب له حتة ماشية ويمشي اموره واللي عايز له تلاتين اربعين الف اللي هي بيسميها المشروعات الصغيرة ما يجيش كل مستثمر او كل رجل اعمال او كل ثري لعشرين شاب ولا حاجة ويقرضهم قرض حسن يمشيوا بيه نفسهم ويشتغلوا انا نفسي بس ده انا مختلف معاك فيه ليه لانه لانه حضرتك انت افلت باب الصدقة كده افلت نقصت من الزكاة او نقصت من الصدقة انا مش حاول واحدة تقورها لان انت هتاخد جزء تسلفه وبالتالي انت بدل ما ت ما هو زكاة الدين هطلع عليه زكاة برضو مش زكاة الدين على الدائن ما هو اصلا ده جزء زكاة مش انت قلت عشر في المية زكاة لا لا انا قلت اعتبر ان انا معايا مليون جنيه اه اعتبر ان شاء الله طلعت منهم خمسة وعشرين الف دي زكاة المليون دول يندفع كلهم زكاة اتفقنا كده ايه ما جيش بقى انا اعمل لي متين الف من المليون قرض حسن ادورهم اتجر بهم مع ربنا فهمت فهمت براه الله يفتع عليهم يعني انا زكاة المليون خمسة وعشرين الف وطلعتهم خلاص وانما ما ينفعش ان احنا نطلع حضرتك تفضلت وقلت انه انا ما ينفعش انه المال في حق سوى الزكاة مش انت لسه ايه للكلام ده حصل هل في المالي حقهم سوى الزكاة نعم صدق فزكاة المليون خمسة وعشرين الف خلاصة اللعناهم اه لمصارفهم اه نيجي بقى نقول للناس يا مستثمرين اعمل مئة الف مئتين الف كده قرض حسن اخذ مئتين الف من مالك تاجر بيهم مع ربنا سبحانه وتعالى يلا اعمل بيهم مشروعات صغيرة مع الشباب صحيح الامر التاني اللي انا رحزته في الحديث في تهيالي وهو فيه دلالة خطيرة جدا اه لو حضرت ربنا في اتفاقك اوعى تخل اوعى تخل الله يسترك اوعى اوعى تغضر اه اوعى انت يعني اتجوزت وحده بكتاب الله وسنة رسوله الله يسترك يبقى حضرت ربنا ولا ما حضرتوش انت مخدتهش الا على كتاب الله وسنة رسوله يعني ربنا بيقول وهو معكم اينما كنتم ده ربنا بقول ما يكونوا من نجوة ثلاثة الا هو ربعهم صحيح الله يعني انت هنا في وضعي دلوقتي مراقب من شريكك التالت اللي هو والله حنيجي نقولك ده باباها ومامتها قول لا لا انا الموضوع ده عندي ده ربنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ايوان ايام ابوها عمل مامتها عملت مين سوى ايه لا دي امانة اتقوا الله في النساء انما اخذتموهن بامانة الله لذلك انا يعجبني اوي الاشارة القرآنية الخفية وهو بيقولك ايه للذين يقولون من نسائهم ترابوسوا اربعة اشهر فانفاءوا فان الله غفور ورحيم طب طب دي علاقة بين رجل ومراته ايه دخل ربنا غفور ورحيم هيسامح يعني ايه دخل المغفرة والرحمة هنا في الموضوع هو ليه الامر شف 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 لا يبقى انت لانك حضرت ربنا في عقدك طيب بص بقى حيقلب الصفة او الصفة قالك وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم يبقى معنى ذلك انه بسمعه وعلمه ومغفرته ورحمته انت اللي هتحضر صفة اللي انت عايز ربنا يعملك بيها يبقى احنا في القصة الجميلة التي بين ايدينا احنا قلتلنا لفتتين اتنين الامر الاول انه القرد من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا الامر الثاني الامر الاول الامانة اه وبعدين القرد والامر التالت انك ايه تتعامل معنا احضرت ربنا في الموضوع متخدرش راعي ربنا بقى اه وانا التقي بعد الفاصل بمشيئة الله رجعنا لكم براتاني اعزائي المستمعين وكنا بنتكلم في قصة لطيفة جدا في برنامجنا حديث عن حديث انا وفضيلة الشيخ رمضان عن قصة الراجل اللي سلف واحد الف دينار وافترقوا دوت في بلد ودوت في بلد وجي معادي السداد الراجل المديون مش لاقي مركب يروح بيها للراجل اللي دينه عشان يدينه الالف دينار بتاعته وحيت جن ده قال له بني وبينك ربنا قال له موافق وكفى بالله وكيلة وقال له موافق وخلاص اتفقوا على على ان ربنا كفيله وكيل طب الراجل يعمل ايه بعد ما قال لربنا وكيلك وربنا كفيلك انا ما ييجي المعاد وما ادلوش الدين ياد الاحراج ياد الاحراج بقى مش عارف يتصرف ازاي رح جايب خشبة خشبة ورح عمل فيها نقرة كده حفرة ورح حاشي فيها المبلغ اللي هو خده منه ورح قفل عليه ونفه كده بحاجة زي الجلد وكتب رسالة بيعتذر له فيها وبيقول له ده وهو يقول يا رب انا حاولت اقابله وما نش عارف مش لاقي اي مركب توصلني ليه انت الكفيل وانت الوكيل وانت توصل الدين اليه ورح رامل من خشبة في الماية تصور حضرتك بقدرة الله السامر العليم يستجيب هذا الدعاء طبعا التصرف ده تصرف لو اتعمل النهار ده خد يكون في الظهر تصرف غير عقلاني بقى ترمي الفلوس في الماية بقى انت ضمن الفلوس مش حدبوش بقى انت الماية الخشبة حتوع في ايده واحد تاني بقى انت كده ضيعت الفلوس على الراجل لا شوفوا بصوا اهو ده اللي حصل تصرف ربنا قبله وقبل دعوته والراجل التاني خارج على شط البحر كده على شط البحر لحاجة عنده وجد الخشبة دي قالك حلو الخشبة طفية ملهاش صاحب اخدها تمفع حطب لولادي خد الخشبة وروح بها البيت بينشرها عشان يعمل بها حطب لقى الفلوس ولقى الرسالة تخيل حضرتك صرف وانبسط وبعد فترة من الفترات سافر البلد دي اتقابل مع الراجل المديون اللي كان خد منه الفلوس اللي هو كان المقترد اهلا اهلا وسهلا بتاعه كده فالراجل المديون شوف بقى بص الامانة وشوف الجمال وشوف الحلاوة رح جايب له الفلوس تاني قال له الالف دينار بتاعتك اهيه اصلا انا ملقيتش مركب توصلني ليك فضحك قال له الله بس الالف دينار وصلتني قال له وصلتك وصلتك ازاي قال له ربنا سدها قال له ازاي قال له انت عملت ايه تصرفت ازاي لما جيم عاد الدين قال له عملت كت وكت وكت قال له الخشب اجتني وخدت الالف دينار وخد فلوسك الالف دينار بتاعتك اللي انت كنت جايبها التانية دية ربنا يبارك فيك ويحفظك شوفوا بصوا المشهد المشهد عجيب ولطيف وراقي جدا انما انا يهمني يهمني ان كل واحد فينا لو عاهد حد بربنا خليك قد الكلمة انا عاوز اقول لك احنا في حياتنا اليومية واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم يا مولانا ولا تنقضوا الايمانة بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة الله 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 فانت انت وكلت ربنا في الموضوع انت قلت ربنا كفيل انت قلت ربنا بيني وبينك خلاص الموضوع انتهت خلصت والايمان والله العظيم فانا بسدى يمينة عارف عندنا زمان في الفلاحين يجبقوا ويشتروا الله وكيل الله وكيلك الله وكيلي يعني عارف كأنها يا شيخ خالد ختم معتمد كأنه ختم خلاص إنما بقى تصور حضرتك أنك بتتطاول على الزات العليا حاشا لله يعني بتتطاول لما تحلف للناس بوعود كاذبة عشان كده ربنا سميه ولا تطع كل حلاف تخيل حضرتك إنسان غير محترم الحلاف اللي بيحلف وما بيلتزمش ربنا بيقول ده راجل بيتعمد الإهانة ده حلاف مهين ده مهان ده حيهان يوم القيامة والجزاء من جنس العمل علشان كده ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ما تحلفش على العاطل والباطل ما تحلفش أيمانات وترجع فيها ما تحلفش أيمانات أنت مش قادر تلتزم بيها محدش فكارك بربنا إن لو لازم تلتزم وإن لو لازم تتوقف لأن ربنا سبحانه وتعالى هو رقيب وكفى بالله حسيبة وكفى بالله كفيلة وكفى بالله رقيبة وهو معكم أينما كنتم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه في أول صورة النساء إن الله كان عليكم رقيبة ده بعد ما قالوا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله شديد العقاب فتصور حضرتك لما ربنا سبحانه وتعالى يقولك إن ربنا شديد العقاب إيه المناسبة؟ عشان يفهمك إنك لو تطولت لو تجاوزت لو نسيت نفسك لو أنت بشو أخذ بالك من الكلام اللي بتقوله حتاخد جزاء من الله يتناسب مع تطور الإنسان على أيام يا رجل ده بيقفوا قدام القاضي وبيحلفوا شهادات ظرف المحاكم يا رجل ده بحيقفوا يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيئين ألئناهم ملكذبون استحواذ عليهم الشيطان فإنساهم ذكر الله نعم ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سؤل عن أكبر الكبائر وقال الإشراك بالله وعخوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور الصحابة يقوله فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكاة إحنا زعلنا النبي أو إيه إحنا عصبنا النبي أنه واحد يشهد زور أو أنه واحد يقول قول زور أو واحد يحلف بالله كذب يعني يقولك ده وصل للناس وصل للناس معلومة كده من الأمثال يقولك الألو للحرم حلف قال جالك الفرج استغفر الله العظيم ده جالك النار وجالك العذاب وجالك السعير وجالك قعر جهنم اوعوا تصدقوا أنه فيه فرج والله يا أخوانا ما فيه فرج وإحنا بنتطور على الله إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذبا يبقى لا ما تعرضش اليمين ربنا الكلام ما يشوف بص خليك ملتزم الأول ما ربنا سبحانه وتعالى يفهمك في القرآن كده إن وكفى بالله وكيلة وكفى بالله وكيلة أنت عليك يا إما تبعد عن التلاتة إيه هم التلاتة؟ أصلى على سيدنا النبي شوك الشراكة أي ودي واحد الوكالة هذه الواو الكفالة هذه الكاف أنا والشيخ خالد عايزين نعمل شركة ربنا بيعلمنا أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة فإن خانه خرجت من بينهما شوفوا المسألة وصلت لحد فين يا حضرات أنا حشركوا دلوقتي ربنا بيقول أنتوا شريكين أنا التالت بتاعكم ما لم يخن أحدهما صاحبة فإن خانه خرجت من بينهما عند استعداد أوفي حقوق الشركة مع أخي وحبيبي شيخ خالد أقول له يلا توكلنا على الله يبقى فيه شركة لا سمح الله دخل أشركه عشان أنهبه ولا عشان أسرقه ولا عشان أنصب عليه يا ويل يا بالظام علشان كده الحديث ده بيتكلم عن أن مسألة إدارة مشروع الأمانة بتكون مراقبة مراقبة مباشرة من الله سبحانه وتعالى صحيح أد الأمانة لمن اقتمنك ولا تخن من خانك وربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إن المؤكدة إن إن الله ولفظ الجلالة سيدة الأسمان حسنة ويأمركم ويأمركم أمر أن تؤدوا جابتني أن تؤدوا شوف الأمانات إلى أهلها صحيح وإذا حكمتوا بين الناس أن تحكموا بالعدل يبقى لما يقول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يقول لك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعني مش كفا مؤدون ما قالش مؤدون انت عرف كلمة راعون يعني إيه يا شيخنا واحد بيرعى نبات بيهتم بيها مش كده واحد بيرعى تلاميذه واحد بيرعى أولاده أنا عاوزك بترعى الأمانة مش بتأدي الأمانة بس تأخذ بالك منها وتعتني به انت عرف في حديث الصحابة بيقولوا ما خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما خطبنا رسول الله إلا قال قال إيه يعني فيه كانت جملة كده من لوازم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخطبة إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له عوز بالله يا سلام بص يا شيخ خارد الأمانة والإيمان شوف أمان إيمان أمانة إيمان حيث أن المفردات من بعضيها طبعا فالأمانة والإيمان قرناء ما ينفصلوش عن بعض فلا إيمان لمن لا أمانة له أنا بقى مستغرب إزاي الناس بتحرص على الصلاة والصوم والشعائر والتسبيح وصلاة التراويح وخلافه وأكتر يعني أكتر مرض منتشر بين الناس هو الخيانة لسامح الله الديون المعدومة الناس اللي اللي وكلين ديون بعض اللي وكلين فلوس بعض اللي وكلين حقوق بعض لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون درجة أن الرسول عليه السلام يغفر للشهيد كل ذنب كان قد اقترفه في حياته إلا الدين تخيل الدين لا يغفر لأنه حق العبد ولا يتنزل الله عز وجل عن حق عبده على عبده فلابد أن نحن ناخد بالنا يبقى الأمانة دي مهمة جدا كفى بالله وكيلا ربنا مطالع علينا معاملتك مع الناس مراقبة 24 ساعة في 24 ساعة من قبل الحق تبارك وتعالى ونلتقي بعد هذا الفاصل بمشاة الله وارجعنا لكم أعزائي المستمعين والمستمعات مع هذه الحلقة من برنامجكم حديث عن حديث وكنا بنتكلم عن الراجل الأمين اللي الظهر النهاردة بنتكلم عنه كأنه عملة ندرة نأكد على معنى الأمانة آه يعني حتى من علامات الساعة أن يقال هذا أمين هذا رجل أمين ده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله ما صلي على سيدنا النبي من إرهاصات النبوة عنده من بدايات النبوة من دلاء الاختيار النبوة الإجماع على أنه الصادق الأمين إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها يبقى معنى ذلك أن الأمانة أمر مهم جدا وعليه قامت السماوات والأرض السماوات والأرض قامت على الأمانة الدنيا قامت على الأمانة التكاليف قامت على الأمانة تسخير الكائنات للإنسان قام على الأمانة فده راجل سين مثلا يعني سين سلف صاد مبلغ صاد مش عارف يوصل المبلغ لسين يعمل ايه وبينهم مسافة كبيرة ومية منهم مية ام جاي بحطة الخشبة وحطت حافرها وحطت فيها للفلوس وبعتها يا مولانا ده بيبقى مضينه على الشكات النهاردة ولك مش امضيت اشتكين يا جادع اشتكين يا جادع عندك دليل وخلصنا فطبعا حط الفلوس في خشبة ورماها في المية واودع ربنا ان يوصل الدين للرجل في عهد بقى لا فيه لا بريد ولا تليفونات ولا موبايلات ولا طيارات ولا غواصات ولا عربيات الا انه ربنا المساميع القريب استجاب له بقدرته يوصل الخشبة للدائن صاحب الفلوس اللي هو سلفه الفلوس جاب خد الفلوس وصرفها وقابله بعض تاني وحرصا من الرجل المديون على الامانة واهمية الامانة برضو جاب الف دينار تانية وقابل الرجل وبيدهاله تاني عشان يتأكد يعيني على الشغل فقالوا لا سد الله عنك الامانة وصلت وصدق الله فعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه في امانة علشان كده بقى خد بالك من حاجة انت عاوز تعرف على خطنة بالله حتلاقيها عبارة عن مجموعة من الامانات ازاي صلي على النبي اللهم صلي على سيدنا النبي جسمك ده امانة صحيح اما تتلفه بالتدخين اما تتلفه بالاكل وتبقى تخين اما تتلفه بالارهاق والصهر صحيح وعدم الراحة وعدم يبقى جسمك امانة ان السمع والبصرة والفؤادة كل اولئك كان عنه مسؤولة هتتسأل على الامانة دي زوجتك امانة نعم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسلمها لك اوعى تفتكر ان اهلها اللي ادوها لك اخذتموهن بامانة الله بامانة الله انه بعلمنا كده عليه السلام يبقى لازم تحافظ على الامانة ولا لا صح والديك امانة اولادك اولادك امانة كلكم راعن وكلكم ايه مسؤول عن رعيات جيرانك امانة جيرانك وطنك امانة احافظ على ولادي ازاي في الامانة يا شخ رمضان احافظ على ولادي بالامانة باني انا اعرف ان مطلوب مني للحفاظ عليهم صحيح الامانة دي يا رب اللي انت الدتها لي اللي اسمها ولادي احافظ عليها ازاي قال لك تأمرهم بالمعروف وتنهم على الممكن وتدعوهم الى الخير وتأكلهم حلال وأمر اهلك اهو اهلك بالصلاة والصبر علي طول بالك يا السلام شفتي بقى حضرتك تعال نشوف العمل الوظيفي مش ده امانة صحيح الامانة اللي انت فيها في العمل الوظيفي انا عاوز اقول لحضرتك الموظف اه اللي ما بيزوغش النهاردة من شغله لازم يزجت شكرا لله صحيح لانه راجل امين انا عارف ان عندنا موظفين اكفاء وامناء لكن عاوز اقول لك ان للأسف الشديد كتير جدا من الموظفين بيستسهل النزميل وينضيله او ينضي مكان زميله يحضره في الدفتر والله ما يرضى ربنا والله بيأكل سحب والله ما يرضى ربنا تصور لما واحد يأكل حرام وشهادة زور وشهادة زور يعني تخيل اللي هي من اكبر الكبار واحد ما راحش الشغل وانا امضله انه راح الشغل اه شوف استحل المال العام ولا لا تصور بقى مصري مثلا ميت مليون ميت مليون حيمسكه في الابت ويوم القيام على شان جينيه على شان جينيه هنقول لي ربنا الامانة الامانة دي في حياتنا هي ركن هي مش شئ مش شئ ثانوي مش شئ فرقي يعني لا اساس العلاقة بالله عبارة عن امانة احنا ربنا خلقنا في الحياة دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم اليه مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملوا واخر آية نزة في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله انا عايز من خلال برنامجنا نوجه رسالة يا شيخ خالد الى كل مستمعين الكرام اللي سمعيننا دلوقتي كن امينا ولو الدنيا مليانة خاونا من حولك لا تتلون يقول لك وانا مالي ما الناس كلها مش شئ يعني انا اللي هقعد لوحدي ما الدنيا كلها مشى بالطريقة دي ما كل اللي عايز يعمل غلط عايز يخل الدنيا مشها زيه يا سيدنا ده احنا بقى عندنا ظاهرة غريبة الشكل اسمها الغش الجماعي انت متخيل الكرسة المصيبة المصيبة سودة صحية يعني يا نهر يا اخي اذا بوليتم فاشتتروا ده الكلمة مصيبة احنا بقى في غش بعض الاهالي يمسكوا الماكروفونات وقفوا براللاجنا يقولوا ايه سين سات كاب بألف تربيع على اتنين كاب بألف معرفش ايه زائد اتشي تو او يعمل لكن مع بيغششوا بالماكروفونات في بعض الاماكن شفنا العجب هل تتخيل لما يكون هناك غش جماعي غش جماعي احنا حضرتك الغش في الاكل والشرب اللي بيأكلوا الناس بقى من الظواهر المؤسفة اللي بتعمل تسمم وبتعمل مصايب وجابت امراض وجابت سرطانات ما يعلم بها لربنا دواء الدواء بقى يتغش في بعض الاماكن او بعض المحتلين يغشوا الدواء اللي اخر امل اخر طوء للمريض بيتعلق به بالحياة عاوزت اقولك ايه ما هو اذا الايمان ضاعف لا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا انا عايز اقوله على حاجة كمان مهمة جدا في الحديث يا شيخ خالد ما ينفعش نعد القصة دي الا لما نشير اليها لما سيدنا النبي عليه السلام القصة دي طبعا جات في البخاري لما سيدنا النبي يقول ان رجلا من بني اسرائيل ويجيب لنا المشهد ده كله شوف شوفوا المصداقية وانه من سبقنا شوف ان الامم السابقة كان زي ما فيها الطالحين كان فيها الصالحين صح ولا لا الله علي الله علي صح ولا لا الله علي يعني شوفوا لما النبي يحدث عن بني اسرائيل وان ده نموذج اهو نموذج نموذج جميل جدا أولئك الذين هاد الله فبهداه مقتد قال ذاقر رجلا شوف كده من بني اسرائيل يا سلام عليك ممن سبقنا في منتهى الامانة في منتهى الصلاح في منتهى الخوف من الله عز وجل بيتوكل على الله رضي بالله كفيلا ورضي بالله شهيدا لا وبعدين انا فهمت حاجة كمان من الحديث عاوز اقول لك عليه يلا لو ابتغيت مرضات ربنا هيعمل لك المعجزات اه اهي صح ولا لا اهو شوف قصته قصته خلدها الله مش كده مش قصته خلدها الله والله يا شيخ يعني انا مش عارف والله بكلمك وانا يعني سبحانك يا رب في قمة التأثر لهذا المعنى اه والله ازاي الانسان لما يكون متعلق بالله ربنا هعمله المعجزات خلي عندك هذا اليقين خلي عندك اليقين انت مش بتبتغي مرضات الله وما يتوكل على الله فهو حسبه يعني انت خلاص كأني ملكش وجود خلاص هو يعمل كل حاجة وبعدين شوف حضرتك لما هيوريك اياته بقى ده انا عاوز اقولك على حاجة صلاح حبيب اللهم صلي على سيدنا واخد بالك يقولك ده انا موكل الاستاذ الكبير محام فلان فلان وحطت رجل على رجل لانه متطمن لمين للمحامي ولله المسأل الاحمل ده بالك بربنا اما لو انت موكل ربنا ها موكل وهو السميع العليم هو اللي حيكفيك وشوف الرجل ابطال القصة دائن ومدين هم في الزمن اللي قابلنا وربنا متطالع عليهم شوف ربنا اخبر سيدنا النبي عليه السلام صلى الله عليه عشان يخبرنا القصة وانتنينا ندرسها واندرسها لولدنا لحد قيام الساعة عشان قصة الامانة وقصة التوكل على الله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل الامانة امين اللهم انا نسألك اللا تؤخذنا بما اصرفنا وبما عملنا امين اللهم اعننا على قضاء ديوننا يا رب العالمين انك نعم المولى ونعم المعين وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة